من الميادين نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعنوين إيران تؤكد أنها ستتخذ إجراءات من بينها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة ويقاف كاميرات المراقبة ردا على اتهام الوكالة الذرية طهران بعدم التعاون إصابة جندي إسرائيلي في هجوم عند مدخل بلدة العسوية الشرقية القدس المحتلة وقوات الاحتلال تقتحم مدينة جينين فجر اليوم الحوثي يؤكد امتلاك صواريخ تصل إلى مدايات بعيدة وبذقة عالية ويقول التقنيات الأمريكية فشلت في التصدي لها هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في محيط مدينة أربيل شمال العراق يسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتدعوان إلى رفع العقوبات عن كوريا الشمالية أهلا بكم أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستتخذ إجراءات عملية ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من بينها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة ويقاف عمل كاميرات المراقبة وفي بيان لفتت الخارجية إلى أن إيران تعاملت خلال السنوات الماضية مع الوكالة بشكل بناء وعمليات تفتيش الوكالة داخل إيران تثبت ذلك مضيفة أنها تعتبر واحدة من أكثر الدول الأعضاء في الوكالة شفافية في الكشف عن برنامجها النووي السلمي وأشار البيان إلى أن إيران كانت تتوقع أن تتعامل الوكالة بنهج مستقل وحيدي ومهني وواقعي وفي بيان مشترك صدر بعد التصويت في وكالة الطاقة الذرية على تبني قرار ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها رحبت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة باعتماد القرار الغربي وقد تم التصويت على مشروع الاقتراح الغربي بأكثرية 30 صوطا ورفض الصين وروسيا وامتناع ثلاث دول هي ليبيا وفاكستان والهند البيان قال أن التصويت على القرار هو رسالة واضحة إلى إيران حول ضرورة احترامها لالتزاماتها فيما يتعلق بالضمانات وبتقديم توضيحات ذات مصداقية فنية للمسائل العالقة والمتعلقة بالتطبيق بحسب البيان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة شدد على أن الولايات المتحدة والترويك الأوروبية قدمت أهدافها قصيرة الأمد على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر الضغط لاستصدار قرار خاطئ وغير حكيم ضد إيران وقال في تغريدة أن مسببي هذا القرار يتحملون مسؤولية نتائجه مؤكدا أن بلاده هي صاحبة أكثر برنامج نووي سلمي شفاث على صعيد العالم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كان قد أعلن قبل صدور القرار أن بلاده أوضحت للترويك الأوروبية ولروسيا والصين عدم وقوفها مكتوفة ليدين في حال إصدار قرار ضدها وأشار إلانا طهران قدمت مقترحات جديدة تفضل المسار الدبلوماسي واضف أنها عزمة على التواصل إلى اتفاق جيد يراعي خطوطها الحمر بخلاف واشنطن التي توقفت المفاوضات بسبب مطامعها وإصرارها على التفاوض المباشر شدد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي على وجوب فضح آفة الصهاينة ومدى تأثير وبائهم في العالم الإسلامي وخلال لقائه المسؤولين عن تنظيم الحج في إيران أكد خامنئي أن الحكومات العربية وغير العربية المطبعة مع تل أبيب تنفذ المطالب الأمريكية فقط مشيرا إلى أن الاحتلال يستغل هذه الحكومات التي لن تحصد أي فائدة من التطبيع بحسب وصفه قال بيان مشترك لوزراء الأمن والخارجية والطاقة الإسرائيليين إن منصة كاريش لن تضخ الغازة من المنطقة المتنازع عليها وضف أنه يجب الإسراع بالمفاوضات حول مسألة الحدود البحرية لتحديد مصادر الطاقة وثائل الإعلام الإسرائيلية علقت بالقول إن هذا البيان يأتي على خلفية تهديدات حزب الله حسين السيد لا شيء هنا يوحي بالتوافق استقدام إسرائيل منصة لاستخراج الغاز من حقل كاريش قل أزمة حول الحدود البحرية مع لبنان وصعد الخلافات بين الطرفين خطوة تأتي بعد تعثر التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية خلال جولات المفاوضات غير المباشرة برعاية أمريكية لكن المنصة التي استقدمتها تل أبيب إلى كاريش لن تضخ الغاز من المنطقة المتنازع عليها هو أحدث موقف رسميا إسرائيلي بهذا الشأن أعلنه وزراء الأمن والخارجية والطاقة الإسرائيليين في بيان مشترك توحي اللهجة هنا بعدم وجود نية للتصعيد على عكس ما كان يتم الترويج له خصوصا مع إشارة البيان إلى وجود مصلحة للبنان للدفع قدما بالمفاوضات البحرية لكن وفي الوقت نفسه يعتبر البيان الإسرائيلي أن حقل كاريش يقع ضمن نطق المنطقة الاقتصادية الخالصة لتل أبيب وأنها مستعدة للدفاع عنه ما يعني عدم أخذ المطالب اللبنانية حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعين الاعتبار يحاول الوزراء الإسرائيليون في بيانهم أيضا استغلال الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان للدفع نحو تسريع عملية التفاوض يقول هؤلاء أن الغاز المكتشف في المنطقة يمكن أن يساعد في استنهاد الاقتصاد اللبناني أهمية هذا البيان الثلاثي الإسرائيلي تكمن في الشخصيات التي أصدرته أي أنه بيان رفيع المستوى يعبر عن رؤية السلطات الإسرائيلية للوضع القائم وهو تقييم ترى فيه وسائل أعلام إسرائيلية رضوخا لتهديدات حزب الله الذي كان حذر الشركات النفطية من العمل في المناطق المتنازع عليها أشار النيب في البرلمان اللبناني علي حسن خليل إلى أن هوية من أصدر البيان الإسرائيلي بشأن حقل كاريش تدل على اهتمام عال بهذه المسألة وفي مقابلة مع الميادين شدد خليل على أنه لم يعد لدى إسرائيل القدرة على التصرف كما تشاء في البر والبحر موقفنا اليوم هو موقف القوي ويجب أن يستثمر إلى أقصى حد نحن لا نريد الاعتداء على أحد لكن لن نسمح تحت أي اعتبار بالتخلي أو بمصادرة أبسط كمية ممكنة من الغاز الموجود في تلك المنطقة الوسيط الأمريكي عليه مسؤولية لا أن يأتي كزائر موسمي في هذا الموضوع من يريد أن يلعب دور الوساطة عليه أن يتواجد وأن يقوم بما هو مطلوب منه على صعيد تسهيل عملية التفاوض وليس الانحياز إلى أي طرف خليل أشار إلى أن مسألة التفاوض حول الخط 29 متروكة لرئيس الجمهورية ميشيل عون المشرف على المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي خط 29 ليس حقا هو خط يرسم حدود افتراضية الجهة اللبنانية التقنية انطلقت يومها من أن المفاوضات تبدأ من هذا الخط بالنسبة إلينا الأمر متروك للإدارة المعنية بالتفاوض برئاسة فخامة رئيس الجمهورية هو وفق النص الدشتوري المعني بإدارة هذه المفاوضات والإشراف عليها في أي نقطة يرى أن هناك مصلحة للبنان وأن هناك حق للبنان نحن ملتزمون وسنصطف خلف هذا الموقف وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لياس بوصعب قد أكد للميادين أن موقف لبنان قوي فيما يتعلق بحقوقه البحرية واضف أن اللبنانيين يفاوضون من موقع موحد أيضا آمو سوكشتين جاي ومعه كان طرح عرضوا في لبنان اليوم إجا آخر فترة وعرضوا على الرؤساء الثلاثة وترك هذا العرض الذي إجا من عنده فيه ملاحظات عليه من قبل الفريق اللبناني وبالتحديد من فريق التقني والفني واللي فيه مجموعة من الخبراء وضباط بالجيش اللبناني الملاحظات هي اللي بدنا ناقشها مع آمو سوكشتين لما ييجي وهي دي الملاحظات اللبنان متكمش فيها لأنه نحن بالنسبة لإلنا ما عنا أي تنازل عن أي شيء اسمه حق للبنان اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جينين وذكرت مصادر محلية أن الأهالي تصدوا لقوات الاحتلال التي كانت ترافقها جرافة إلى ذلك أصيب جندي إسرائيلي بجروح بعد تعرضه مع جندي آخر لهجوم على مدخل بلدة العسوية شرقية القدس وذكر بيان للشرطة الإسرائيلية أن الشرطيين دخل محطة وقود عند مدخل العسوية حيث تعرضا للرشق بالحجارة ما أدى إلى انسحابهما باتجاه نقطة أخرى أكد وزير الخارجية الروسي سرقيل آفروف تفهم بلاده مخوف تركيا بشان الأوضاع في شمال سوريا مشيرا إلى أن موسكو تعمل مع أنقرة بشان سوريا وفق مسار أستانا من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو مشروعية رفع العقوبات الذي طلبته روسيا لتصدير الحبوب التفاصيل مع محمود واثق إنشاء ممر بحري آمن يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والبحث عن حلول لتطويق أزمة غذاء عالمية باتت تلوخ في الأفق ورغبة أنقرة في تسهيل جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية إذا طلب الطرفان قضايا تصدرت مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو حيث أكد الأخير ضرورة العودة إلى طاولة المباحثات لإنهاء الحرب الجارية لقد بحثنا في عدة أفكار تتعلق بإزالة العراقيل أمام تصدير الحبوب وإنهاء أزمة السفن العليقة في البحر الأسود هناك مقترح للأمم المتحدة بأن يتم ذلك عبر تعاون تركي روسي أوكراني ونحن مستعدون للعب هذا الدور لكن يجب إزالة الألغام من الموانئ وتطبيق الخطط على أرض الواقع الملف السوري والعملية التركية المحتملة في الشمال السوري بالإضافة إلى ضرورة عودة جميع الأطراف إلى مسار أستانا للحل السياسي شكلت محور المحادثات الروسية التركية حيث أكد الطرفان احترام وحدة الأراضي السورية وتطهير المناطق الحدودية مع تركيا من الإرهابيين رغم وجود خلاف في تفاصيل الإجراءات روسيا تعطي أهمية كبيرة لأمن تركيا وسلامة حدودها الولايات المتحدة الأمريكية وعبر إرسال الأسلحة إلى بعض التنظيمات ودعمها الحقت الضرر بالمنطقة لذلك نتعاون مع تركيا ونعمل سويا لإزالة هذا الضرر وإخراج الإرهابيين وعلى جميع الأطراف احتراموا وحدة أراضي السورية الوزير الروسي سمن الدورة التركية في كل الملفين السوري والأوكراني حتى الآن مع تاكيد أن موسكو منفتحة في التوصل إلى حل كل القضايا العالقة شريطة وجود رغبة حقيقية لدى بقية الأطراف لا يبدو أن موسكو مقتنعة بأهمية حصة أوكرانيا للقمح في السوق العالمي وهي تقول إن أزمة الغذاء العالمية مفتعلة لتحقيق أهداف سياسية لكنها ومع ذلك تتصرف بإيجابية وتعول على الدور التركي في حلحلة موضوع تصدير الحبوب بعد إزالة العوائق التي وضعتها كييف محمود واسق إسطنبول الميادين زيارة إلى تركيا قم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت تستعد فيه أنقرة لشن عملية عسكرية في شمال سوريا فماذا حملت مباحثات لافروف هناك وماذا بعدها على وقع الحرب في أوكرانيا كانت أنقرة تستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صحيح أن الملف الأوكراني يشغل العالم إلا أن الملف السوري كان حاضرا بقوة في محادثات لافروف مع نظيره التركي تشاويش أوغلو فأنقرة تستعد لشن النسخة الخامسة من حروبها على الشمال السوري حيث ترى أن لديها فرصة لن تتكرر لتحصيل مكاسب في الملف السوري الذي يعد من أولوياتها يجب تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا سنعمل على تأمين وحدة الأراضي السورية وسنخرج كل الإرهابيين من المنطقة تدرك تركيا جيدا أن القيام بعملية جديدة كهذه يستدعي في الحد الأدنى عدم وجود ممنعة شديدة أمريكية وروسية ولكل منهما بالطبع أسبابه الخاصة فالجانب الروسي حريص على التعاون مع تركيا في أي شأن سوري وهو ما عبر عنه وزير الخارجية سيرجي لافروف من أنقرة مؤكدا تفهمه الهواجسة التركية نتفهم تماما مخاوف أصدقائنا بشأن التهديدات التي تشكلها قوى خارجية على حدودهم بما في ذلك من خلال تغذية النزاعات الانفصالية في المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمريكية بشكل ندير قانونيا في سوريا تريد أنقرة مزيدا من التنصيق مع موسكو في سوريا فيما تريد موسكو دورا إيجابيا لأنقرة في الحرب الأوكرانية نظرا لموقع تركيا الاستراتيجي ولسيما أن العملية المحتملة ستتركز في ثلاث مناطق سورية يسيطر عليها الكرد لكنها تخضع للرقابة والحماية الروسية شمالية حلب وهي تل رفعت ومينج ومنبج مناطق شهدت قبل أيام تحليق مروحيات روسية على ارتفاعات منخفضة فوق مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية وهو ما فهم على أنه رسالة روسية لتركيا تعبر عن رغبة روسية بمنع الصدام في الشمال السوري قالت صحيفة حريات التركية أن بدأ العملية الخامسة للقوات المسلحة التركية في الشمال السوري سيكون خلال هذا الأسبوع واضفت أن النشاط ازداد في المنطقة حيث تشاهد وحدات عسكرية تركية منتشرة على الخطوط الأمامية في ريف تل رفعت ومنبج منتظار أنباء عن بدء العملية تظهر الصور تعزيزات عسكرية للجيش السوري تدخل نقاطه في ريف منبج الغربي عند قرية العرمة تحرك يأتي بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مجلس قيادة قصد الاستعداد للتنسيق مع دمشق لصد أي هجوم تركي محتمل يستهدف شمال سوريا اليوم تدخل قوات سورية ضخمة معززة عربات قتالية منظومات دفاع جوي بالتوازي مع قوات روسية ومجموعات صاروخية ومجموعات رادارات ودفاع جوي أعتقد تختلف عن عمليات الدخول الأولى وهدف هذه القوات منع اجتياح تركيا مصدر عسكري أكد للميادين تعزيز الجيش السوري لنقاط تواجده في منبج شرق حلب إضافة إلى تعزيزات عسكرية ضخمة تحركت إلى نقاط الجيش في مدينة القامشلي في أقصى شمال شرق البلد وهي مناطق تخضع لمسلح قسد هذه القوات قادر على التصدي للفصائل التي تعمل تحت خيادة الجيش التركي حتى لو تدخل الجيش التركي تعزيز الجيش السوري نقاطه شرق الفرات انسحب على تل رفعة ومطار منغ في ريف حلب الشمالي تحرك دمشق يأتي بالتزامن مع لقاء جمع قادة قسد بوفد عسكري وأمني روسي في الحسكة مصادر الميادين أكدت تزامن وصول الوفد الروسي إلى الحسكة مع اللقاء بين وزيري خارجية روسيا وتركيا في أنقرة إعلان الجيش السوري تعزيز نقاطه العسكرية شرق الفرات وغربه يحمل في ضياته رسائل واضحة لأنقرة تؤكد رفض دمشق وحلفائها أي توسع تركي شمال البلاد كما يعكس اتصالات فاعلة بين دمشق وقسد عبر موسكو ترجمت بيانة الأخيرة بأنها تريد التنسيق مع الجيش السوري ليكون أمرا واقعا خلال ساعات رضا الباشا حلم الميادين الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش قال أن تقرير مجموعة التصدي للأزمة العالمية يوضح أثرا كبيرا لما يجري في أوكرانيا على شعوب العالم غذائيا وطاقويا وتمويلا محذرا من أن الأزمة تنذر بوقوع موجة مجاعة لا سابقة لها هناك طريقة واحدة لمنع وصول هذه العاصفة المحدقة يجب وقف الغزو الروسي لأوكرانيا يجب وقف القتل والتدمير ويجب التوصل إلى حل سياسي ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة لكن حتى يحصل ذلك نحتاج لأفعال مباشرة على جبهتين يجب إعادة الاستقرار لسوقي الغذاء والطاقة من أجل تحطيم هذه العجلة الخبيثة من ارتفاع الأسعار ومن أجل جلب الفرج للدول النامية ويجب إعادة المحاصيل الأوكرانية والمحاصيل والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية رغم الحرب روسيا تستبق مناورات حلف شمال الأصلصي غير المسبوقة في بحر البلطيق بإجراء تدريبات حربية لأسطولها في المنطقة سلام العبيدي روسيا ترد على مناورات بالتوبس في بحر البلطيق بإجراء تدريباتها الخاصة بها والتي تحاكي تدمير أهداف لعدو افتراضي سواء تحت الماء أم فوق سطحه صحيح أن قيادة أسطول بحر البلطيق وصفت هذه التمارين بالمقررة إلا أن استباق بناورات حلف شمال الأطلسي بتدريبات البحرية الروسية يرسل رسالة واضحة مفادها نحن هنا وسفننا مستعدة لأي طارق أما الطارق فهو استمرار السياسة التوسعية للأطلسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي تقول موسكو إنها فرضت عليها بعد أن تجاهلت واشنطن والناتو مطالب الضمانات الأمنية الروسية هلسينكي ومعها ستوك هولم اللتان حافظتا على الحياد عقودا طويلة تمت استمالتهما إلى تحالف معاد لروسيا ما يعرض ليس فقط الأمن الإقليمي للخطر بل الأمن الأوروبية وحتى العالمية لتهديدات غير مسبوقة فنلندا والسويت تعرضان للخطر الوضع ليس في منطقتنا فحسب وإنما في العالم بأسرع أن قرار ضم هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي ليس إنسانيا وليس منطقيا لأنه يفاقم التوتر بين روسيا ودول الناتو أي بمعنى آخر يضعف احتمالات الحرب النموية الغرض المعلن من تدريبات الناتو هذا العام والتي تشارك فيها فنلندا والسويد أيضا هو إظهار استعداد الحلف للسيطرة على بحر البلطيق ونقل قوات عسكرية كبيرة في وقت قصير إلى أي مكان في منطقة البلطيق روسيا تفهم هذا التحدي بأنه محاولة لتحويل بحر البلطيق إلى بحيرة للناتو سفن حربية أطلسية في هلسينكي ليس بالأمر الجديد لكن الجديد أن فنلندا تغير عقيدتها العسكرية بعد عقود من الحياة سلام العبيدي من قاعدة هرنساري البحرية فنلندا الميادين أعتبر عضو البرلمان الأوروبي تياري مارياني أن سياسة العقوبات الأوروبية تؤثر سلبيا على اقتصاد الدول الأوروبية وتجره إلى الكارثة وخلال المناقشة حول مشروع القرار بشأن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال العلاقات الدولية والأمن على خلفية الأزمة في أوكرانيا أعرب مارياني عن اعتقاده أن هذه السياسة التي لا يريد أحد الالتزام بها خارج الغرب تؤدي إلى كارثة اقتصادية وجيوسياسية وقال أن سياسات الاتحاد الأوروبي تعرض الدول الأوروبية للخطر وتفرض قيودا على علاقات دول الاتحاد مع جهة غير الولايات المتحدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريازا خاروفا أعلنت نية موسكو الرد بشكل متناسب على اضطهاد وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة وقالت أن الصحفيين الروس يواجهون ظروف عمل لا تطاق هناك لقد حان الوقت وإذا لم تتوقف الجهة التي تقف وراء هذه الاتحادات الخارجية الأمريكية واشنطن بشكل عام البيت الأبيض أو في أي مكان يمارسونها فيه عن محاولة تدمير وسائل الإعلام الروسية واطهاد الصحفيين الروس فسوف نتصرف بطبيعة الحال بشكل متناسب إذا لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء حظر حسابات الصحفيين الروس فسيتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الصحفيين الأمريكيين في روسيا النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير تفضل بالبقاء معنا من جديد أهلا بكم أصيب ثلاثة أشخاص بشروح بهجوم طائرة مسيرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط مدينة أربيل شمال العراق وفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن الانفجار ألحق أضرارا بالمباني المجاورة فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم اعتبر أن استهداف مدينة أربيل بطائرات مسيرة يترجم إسرار البعض على تكريس منطق الفوضى وضرب مفاهيم الدولة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أقليم كردستان مسرور برزاني حيث اعتبر الطرفان أن ما وصفاه بالاعتداء محاولة لضرب التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل فيما أكد برزاني أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن إلى ذلك أعلن الجيش العراقي قتل إرهابي واعتقال ستة آخرين في عملية انزال نوعية على وكر للإرهابيين في صحراء الرطبة في محافظة الأنبار هذا وتظهر لقطات مصورة تنفيذ سلاح الجو العراقي ضربة جوية استباقية لمقر يتمركز فيه الإرهابيون في الأنبار قبل أن يتم إنزال الجنود وأسر الإرهابيين طالب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة فريق التحقيق الدولي المعني بجمع الأدلة على جرائم داعش وتوثيقها بتقديم الملفات المكتملة لأربع قضايا وصفت بأنها مهمة وبإجراء المحاكمات اللازمة وفي السياق ذاته أحرز فريق التحقيق الدولي المعني برصد وملاحقة جرائم تنظيم داعش في العراق تقدما في إثبات لجوء التنظيم الإرهابي إلى استخدام أسلحة جرثومية وكيميائية ضد كل من لم يتبع عقيدته وكما أشار التقرير الثامن بأن الفريق قد أنهى ملخصات التحقيق في أربع قضايا مهمة وبالتالي فإن هذا التقديم المحرز في عمل الفريق وجمع الأدلة في هذه القضايا الأربع تعطي فرصة مهمة تكون على فريق اليونيتاد استثمارها من خلال تسليم هذه الأدلة من أجل إجراء المحاكمات على الصعيد الوطني لمرتكبي الجرائم من عناصر تنظيم داعش الإرهابي الفريق جمع وحفظ شهادات وأدلة كومبيوترية ووثائقية تتعلق بإنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية واستخدامها وستنظر تحقيقاتنا بمنظومة التدبير التي تقف وراء هذا الانتاج وما يتعلق به من مساهمات مالية وهذا يعني تورط أشخاص محددين ومن ضمنهم المتورطون بإجراء تجارب على البشر باستخدام مواد كيميائية وبيولوجية ولا تزال مضاعفات تلك التجارب على المعتقلين مستمرة إلى يومنا هذا أفاد مراسل الميادين أن المتظاهرين في محافظتي ذيقار والبصرة جنوب العراق عملوا على قطع الشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة ولفت مراسلنا إلى أن المتظاهرين هددوا بغلق حقود ومصاف النفط ومحطات الكهرباء بسبب تهميش موظفي عقود النفط في قانون الدعم الطارئ وفق تعبيره مجلس النواب العراقي قرى بإغلبية عضائه قانون الدعم الطارئ للغذاء والتنمية بعد إجراء تعديلات وإضافات على فقراته سلسلة مشاورات سياسية سبقت التصويت أفضت إلى تحقيق إجماع لإقراره تقرير محمد الفهد نعم تصويت على القانون المجمع نعم تمت الموافقة بجلسة كاملة النصابي مجلس النواب العراقي يصوت بأغلبية كتله السياسية على قانون الدعم الطارئ للغذاء والتنمية النسخة الجديدة التي أعدتها اللجنة المالية النيابية خضعت لتعديلات وإضافات عديدة لإقناع الكتل المعترضة على بعض فقراتها ما يقربه من ثمانية عشر مليار دولار قيمة الانفاق في هذا القانون ستتوزع بين احتياطي أغذية واستثمارات وتنمية وتوظيف وخدمات ومشاريع أخرى الحاجة الضرورية لأبناء هذا الوطن والظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه أبناء شعبنا اليوم دعانا إلى أن نتحمل المسؤولية وأن نمضي قدما في تشريع فقرات هذا القانون التي نراها ضرورية وتصب في مصطحة المواطن الاعتراضات التي حاطت بالقانون وأدت إلى تأخير تمريره لعدة ساعات يقول عنها بعض النوابي أنها أسهمت في معالجة الكثير من الاختلالات داخله ولسيما حقوق بعض المحافظات المالية ودعم العديد من الشرائح المجتمعية ومنهم أصحاب العقود والأجور اليومية والمحافظات المنتجة للنفطة تم تصويت بأغلبية مطلقة ولكن بعض الأخوان من أعضاء مجلس النواب لديهم رؤية أخرى مختلفة ولكن هو مر القانون بأغلبية مطلقة المبالغ التي رسدت في هذا القانون يجب أن تصل إلى كافة بناء الشعب العراقي وبالتحديد الحصة الأكبر وحصة الأسد لجمهور وأهالي محافظة البصرة وعلى الرغم من الإجماع السياسي على تمرير هذا القانون داخل المجلس النيابي فإن آراء بعض المتخصصين لا تزال تبدي تخوفا حول مستقبل الأموال الكبيرة التي خصصت لهذا القانون في كيفية الحفاظ عليها وإنفاقها بشكلها الصحيح التصويت على قانون الدعم الطارئ للغذاء والتنمية وضع مجلس النواب العراقي أمام مسؤولية مراقبة إنفاق الأموال وتطبيق مواده في المستقبل القريب ولسيما مشاريع التنمية والخدمات والتوظيف والطاقة وغيرها من المشاريع الأخرى محمد الفهد من مجلس النواب العراقي ببغداد الميادين أكد زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن من يقود لواء التطبيع والعملات والشراكة والتحالف مع إسرائيل هو الذي ينفذ العدوان على اليمن الحوثي أكد أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك صواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة وأن التقنيات الأمريكية الحديثة فشلت في التصدي لها كما شدد على جهزية أنصار الله لفتح طرقات لخدمة المواطنين بشكل مبادرة وحتى لو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف الآخر الذي يتحمل مسؤولية الامتناع والتنصل عن فتح الطرقات السيدة الحوثي أكد أن القوات المسلحة اليمنية ستتحر الأعداء وتستعيد كل الوطن ولن تسمح لهم بالاستمرار في العدوان والحصار المبعوث الأممي هانس جروندبرغ يصل إلى العاصمة اليمنية الصنعاء للقاء قيادة أنصار الله لإقناعها بالموافقة على مقترح وصفه بالمنقح لإعادة فتح الطرق من مدينة تعز اليمنية وإليها ويدعو إلى التعامل بشكل عاجل مع المقترح تقرير أحمد زبيبة إلى صنعاء وصل المبعوث الأممي الخاص هانس جروندبرغ برفقة لجنة صنعاء العسكرية في محادثات الأردون في مسعى لإنجاح مقترحه بإعادة فتح الطرق تدريجيان بما فيها خط رئيسي من مدينة تعز جنوبية غربي اليمن وإليها إضافة إلى محافظات أخرى مع آلية للتنفيذ ولا سيما عقب انتهاء الجولة الثانية من محادثات الأردون من دون اتفاق نتطلع قدما للمحادثات مع قيادة أنصار الله حول الجهود المستمرة لتطبيق وتعزيز الهدنة ونأمل أن تكون المحادثات بناءة لإعادة فتح الطرق في تعز وبقية المحافظات المقترح الأممي نص بحسب مصادر مفاوضة على فتح خمس طرق من تعز وإليها وهي طريق الحوبان سفتيل وخط الستين عصيفرة فطريق الخمسين مدينة النور وصولا إلى المدينة إضافة إلى الطريق الرابط مع محافظة لحج من ناحية الراهدة كاريش وطريق دمت الضالع مقترح وافقت عليه لجنة المجلس الرئاسي التي رفضت سابقا مبادرة صنعاء بفتح ثلاث طرق بديلة مطالبهم كان خط واحد فنحن بادرنا بثلاثة خطوط وهذه توجيهات للقيادة العليا لنتبت لشعبنا أننا حريصون على السلام وأننا حريصون على أن يتنقلوا بأمان في كل المحافظات لجنة صنعاء العسكرية التي اتهمت الطرف الآخر بعرقلة الاتفاق على فتح الطرق قالت إن محادثات الأردن أفضت إلى اتفاق بين أطرافها على تشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة الخروق في الجبهات خلال فترة الهدنة المعلنة خلافات عميقة وانعدام ثقة تكشفها الاتهامات المتبادلة بين طرفي محادثات الأردن بإفشالها الأمر الذي يعقد من مهمة المبعوث الأممي في زيارته الثانية إلى صنعاء أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين حضرت سلطات التحقيق التونسية سفر زعيم حزب النهضة رشد الغنوشي ونواب سابقين على خلفية عقد جلسة للبرلمان المجمت قبل حله بقرار رئاسي ومن النواب الذين شملتهم قرارات منع السفر إلى جانب الغنوشي نائباه السابقان سميرا رشواشي وطارق لفتيتي ونواب من تحية تونس وقلب تونس والتيار الديمقراطي والنهضة وغيرهم كما أصدرت نيابة مختصة بقضايا الإرهاب قرارا مماثلا بحق القيادي في النهضة عادل الدعداع بتهم تتعلق بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لأشخاص وتنظيمات على صلة بالإرهاب سواء في داخل البلاد أو خارجها القضاة في تونس نظموا وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في إطار سلسلة الاحتجاجات على قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا وخلال الوقفة شددت نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين القاضية عائشة بن حسن على أن القضاء لن يكون تحت يد قصف العفاءات أو أي سلطة تنفيذية ولن يفرط في ضمانات الاستقلالية هيئة تنسيقية لأهيك القضائية عقدة الشيماعي يوم أمس لتقيم التحركات التي كانت ناجحة وناجحة جدا في كامل تراب الجمهورية ولتقرر التحركات في المرحلة القادمة وسنعلم رأي العام الوطني ووسائل الإعلام بالقرارات التي انبثقت على هذا الاشتماع تنسيقي بين الهيئة القضائية وسط مخاوف من فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كشفت الحكومة التونسية أن يقاب عن برنامجها للإصلاحات التي ترى أنها قادرة بموجبها على تحسين قدرات البلاد في تعبئة الموارد واستعادة مؤشرات نمو الاقتصاد من جديد تقرير عماد الشطارة سلب 8.7 في 2020 في مشهد يعكس التظامن الحكومية وشة إصلاحية أطلقتها حكومة نجلة بودن لمراجعة سياسة دعم المواد الغذائية الأساسية والتحكم في أجور موظفية الدولة والقطع العام وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح النظام الضريبي وتحرير المبادلة الاقتصادية بمراجعة ترسانة القوانين القديمة وخاصة ما تعلق منها بالاستثمار هذا برنامج إصلاحات شامل يتعلق ببرنامج الحكومة هذية على المدى القصير والمتوسط تتلئم مع متطلبات إبراهام اتفاق مع صندوق النقد الدولي نعيش بأكثر من طاقتنا الدولة مصرفاتها أكثر من إراداتها وتعملها في عجز ميزانية مزمن ونستورد أكثر من اللي نصدر برنامج إصلاحات يعرض على التونسيين قبل التشاور بشأنه مع الشركاء المعنيين ويختلف في نقاط عديدة منه بحسب مراقبين عن وثقة الإصلاحات التي وجهتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة مصارحة التونسيين حول حقيقة الأوضاع هل سيعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه مصارحة؟ لا أظن ذلك لأنه فيما مكون أساسي لهذه المصارحة وهو التشخيص للوضع الحالي ولم يكن هناك أي تشخيص للوضع الحالي في أندو الصحفية أو في برنامج الإصلاحات الذي تم تقديمه والذي يعني هو في 70 صفحة ولم يكن برنامج في وضع صعب جدا مثل وضع تونس على فرضية الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بأربعة مليارات دولار بنيت موازنة 2022 غير أن الحكومة أدركت منتصف السنة ولم تتجاوز المفاوضات بعد مرحلتها التقنية برنامج الإصلاحات الذي عرضته الحكومة يحتاج بحسب مراقبين إلى استقرار اجتماعي لتمريره ولم لا تطويره غير أن الذهاب إلى إقراره من دون التشاوري مع الاتحاد العام التونسي للشغل قد يكون بمثابة اللعب بالنار عمد اشترى تونس الميادين وجهت كل من الصين وروسيا انتقادات إلى الولايات المتحدة واتهمتها بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة نهج واشنطن حيال بيونج يانج لافتا إلى أن التوتر في شبه الجزيرة الكورية أصبح على ما هو عليه اليوم بسبب السياسات الأمريكية وخلال الجلسة طالبت الصين وروسيا برفع العقوبات عن كوريا الشمالية وتوقف عن تحميل بيونج يانج مسؤولية التوترات حثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن تلفيق ونشر معلومات كاذبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاولي جيان دعا واشنطن إلى توقف عن الاعتزاز بأنها إمبراطورية أكاذب يستحق مجلس إدارة المعلومات المضللة لاستجوابه لأن حكومة الولايات المتحدة نفسها هي أكبر ناشر للمعلومات الخاطئة في العالم يمكن لساسة الأمريكيين أن يكذبوا كما يحل لهم لكن الناس العاديين هم الذين يقعون ضحية لمعلومات كاذبة حتى على حساب حياتهم كلما زادت الأكاذيب التي تقولها حكومة الولايات المتحدة تراجعت سمعتها يجب أن تتوقف الولايات المتحدة عن اختلاق ونشر المعلومات الكاذبة وأن لا تفخر بكونها إمبراطورية أكاذيب اعتقلت الشرطة الهندية قياديا في الحزب القومي الهندوسي الحاكم لنشره تعليقات معادية للمسلمين وتحرض عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي يتذلك بعد تصريحات مسئة أدلى بها مسؤول حزبي آخر عن النبي الأكرم أدت إلى احتجاجات ديبلوماسية وقال مسؤول في الشرطة إنه تم احتجاز ما لا يقل عن خمسين شخصا في عقاب التوتر شمال البلاد أيام قليلة تفصل الفرنسيين عن الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية فيما تهيمن على المشهد السياسي ثلاث قوى رئيسية أفرزتها نتائج الانتخابات الرئاسية تقرير حسن عبدالله ميزان القوى الناتج من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية رسم فعليا تشكيلة الجمعية الوطنية الفرنسية المقبلة وفقا لاستطلاعات الرأي وتقديرات المحللين السياسيين والإعلام يتوزع توازن القوى فيها قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بين ثلاث قوى تحظى بـ 75% من نيات التصويت وهي الأغلبية الرئاسية تحت راية النهضة ومدهم وآفاق بـ 28% الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد ويضم فرنسا غير الخاضعة والبيئة والحزبين الاشتراكي والشيوعي بـ 27% والتجمع الوطني أي اليمين القومي بـ 21% بينما يحوز حزب إيريك زمور المتطرف 6% هذا التوازن المرتقب للقوى السياسية لا يترك مجالا للمنافسة كما توحي المعطيات يبدو أن كل من الأقطاب الثلاثة الذين أفرزتهم الانتخابات الرئاسية يهيمن بقوة على الفضاء السياسي الفرنسي وبحسب أحد استطلاعات الرأي فإن غالبية الناخبين اليساريين سيصوتون لمرشحي الاتحاد مع ملاحظة لمتابعين للتحالف تفيد بأن الاشتراكيين والشيوعيين هم الأقل اقتناعا بالتحالف بفعل وجود الكثير من التناقضات البرنامجية بين أعضائه من جانبها مارين لوبان أيضا قد تحظى بـ 80% من أصوات ناخبيها في الرئاسيات ويجري توزيع الباقي بالتساوي بين الأطراف السياسيين الآخرين استطلاعات الرأي رجحت إمكانية بلوغ الأغلبية الرئاسية لعتبة المطلوبة داخل الجمعية الوطنية لتأمين النصاب والثقة لأي حكومة مع 190 إلى 330 مقعدا وحصول الاتحاد اليساري على 165 إلى 195 مقعدا وحزب لوبان على 20 إلى 45 مقعدا وقعت تركيا وفنزولا ثلاثة اتفاقيات في مجالات اقتصادية وتعزيز التعاون بين البلدين وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس الفنزولي إلى تركيا علاقاتنا متميزة مع تركيا ونحاول تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في كل الأصعدة من هنا فإنه يجب على جميع المستثمرين في تركيا القدوم إلى فنزولا نحن نرحب بالسياح الأتراك في بلدنا أيضا كما نرحب بالشركات التركية للخدمات اللوجستية والنفط والغاز من أجل الصناعة أرضيتنا الاقتصادية في فنزولا جاهزة للاستثمار وأعطيكم كل الضمان ونوفر للمستثمر التركي كل الخدمات اللازمة كانت فنزولا من أوائل الدول التي دعمتنا بعد الخامس عشر من حزيران يوليو عقب محاولة انقلابية في الاجتماعات التي عقدناها نقشنا علاقاتنا الثنائية بشكل متبادل من خلال مذكرات التفاهم الموقعة عززنا البنى التحتية لعلاقاتنا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قمة الأمريكيتين التي تستطيفها الولايات المتحدة تمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية في المنطقة التي تمثل أساسا لأي تقدم وازدهار مؤكدا العمل على معالجة أثار الأزمات العالمية قمة الأمريكيتين التي تركز على ملفات عديدة من بينها الهجرة والاقتصاد شهدت مقاطعة الرئيس المكسيكي احتجاجا على عدم دعوة فنزولا وكوبا ونيكاراكوا تقرير محمد كريم القمة التاسعة للأمريكيتين تعقد في لوس أنجلس وسط جملة تحديات وملفات إقليمية عالقة أبرزها التحديات الاقتصادية وملف الهجرة وتغير المناخة وعلى ما يبدو أن مقاطعة الرئيس المكسيكي للقمة احتجاجا على عدم دعوة فنزولا وكوبا ونيكاراكوا فرضت نفسها على سير عمال القمة التي حاول فيها الرئيس بايدن استعراض أبرز التحديات في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطية للهجوم دعونا نتحد مرة أخرى ونجدد قناعاتنا بأنها المكون الأساسي لمستقبل الأمريكيتين نحن بحاجة إلى جعل سلاسل التوريد أكثر أمانا ومرونة كورونا وحرب بوتين على أوكرانيا يعاقدان وضعنا الاقتصادي القمة شهدت تركيزا كبيرا على مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في المنطقة في محاولة أمريكية لإحياء التكامل الاقتصادي بين الأمريكيتين عبر توسيع مشاركة البنك الدولي وصدوق النقد الدولي والشركات الأمريكية في عموم القارة الجنوبية عندما نضع مبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار في السياق أخذينا بالاعتبار أن أجمال سكان السلفادور وقواتيمالا وهندوراس نحو ثلاثين مليون شخصا عندئذ سيكون للاستثمار تأثير مباشر على حياة الناس هناك ويبدو أن جهود إدارة بايدن في استثمار القمة لمعالجة الهجرة تعقدت رغم أعلانها عن تخصيص قرابة ملياري دولار لهذا الملف مع غياب رؤساء دول هندوراس والسلفادور وقواتيمالا التي يمثل رعاياها غالبية المهاجرين إلى الولايات المتحدة رغم استجابة الإدارة الأمريكية لمقاطعة الرئيس المكسيكي بدعوته للبيت الأبيض الشهر المقبل إلا أن غياب رؤساء سبع دول سيمثل تحديا للرئيس بايدن في كيفية الترويج لنجاح قمة الأمريكيتين محمد كريم واشنطن الميادين مع هذا التقرير نصل إلى الختام وفي تذكير بعنوين النشرة إيران تؤكد أنها ستتخذ إجراءات من بينها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف كاميرات المراقبة ردا على اتهامات الوكالة الذرية طهران بعدم التعاون إصابة جندي إسرائيلي في هجوم عند مدخل بلدة العسوية شرقية القدس المحتلة وقوات الاحتلال تقتحم مدينة جيني فجر اليوم هجوم بطائرة مسيرة مفخخة في محيط مدينة أربيل شمال العراق يسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح الحوثي يؤكد امتلاك الصواريخ تصل إلى مدايات بعيدة وبدقة عالية ويقول التقنيات الأمريكية فشلت في التصديلها الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتدعوان إلى رفع العقوبات عن كوريا الشمالية مزيدا من الأخبار والتقارير تفضل بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية شكرا لطب المتابعة ودائما بحظ الله ورعايته اشتركوا في القناة